سؤال واستفسار لماذا بعض الخادمات العاملات المنزليات يأتينا إلى بلادنا فتسكن عند أسرة سنتين وثلاث وتعود ولم تهتدي إلى الإسلام ثم تعوده مرة أخرى عند أسرة أخرى فتسلم أتدرونيش الفرق غالبا هي الأخلاق أخلاق أهل البيت الأول منعتها لربما من حدة وشدة وبخل ولعن وشتم ولربما أمور منعتها من أن تذوق حلاوة الإيمان أو أن ترى الإسلام واقعا عمليا يدير البيت ويعيش أهل البيت في أخلاق وسكينة وفي البيت الثاني وجدت صاحبة المنزل بشوشة لطيفة رحيمة همها الأسمى ليس غسيل الملابس ولا غسيل القدور همها الأسمى أن تنقذ هذه الخادمة الغير مسلمة أن تنقذها من النار إلى الجنة فسعت وحسنت أخلاقها وأطابت بيتها وربت أبنائها على احترام هذه الخادمة فما كان من هذه الخادمة بعد أشهر إلا أن تقول أريد الإسلام وأجمل ما تسمع من امرأة في بيت أن تتصل على مكتب من المكاتب والجمعيات التعاونية فتقول عندي خادمة تريد أن تسلم فأقول أخلاقنا سبب لدخول غيرنا للإسلام فلا تفسد الأخلاق فتصدوا عن دين الله من حيث لا تشعرون اللهم اجعلنا هداة مهتدين قولوا آمين